قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاه عبدالعزيز إبراهيم اليوم إن المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد اتفقوا على الدعم الكامل لمبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات يطلق عليها شبكة بلوب إي نعم زينة وقال الإبراهيم إن الاجتماع المغلق في اختام عمال الدورة الرابعة ناقش عددا من المواضيع المهمة موضحا أنه تم إقرار جدول الأعمال الذي يحمل العديد من المواضيع التي بوحثت في الفترة السابقة مشيرا إلى أنه تم انتخاب السعودية رئيسا للدورة الرابعة والعراق نائب للرئيس والجزائر مقررا لها انطلقت في الرياض أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ورأس وفد دولة الكويت في المؤتمر معالي الأستاذ عبدالعزيز الإبراهيم رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بحضور أربع عشرة دولة عربية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية من أهم القرارات التي طلعت هي الاتفاق على آلية السعرات الدول الأعضاء في متابعة تنفيذهم لاتفاقية مكافحة الفساد بالإضافة إلى الدعم الكامل لمبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات التي يطلق عليها جلوبي بالإضافة إلى أن الدورة الخامسة بإذن الله ستصدفها دولة فلسطين وتم خلال المؤتمر بحث سبل التعاون وتعزيز العمل العربي في مكافحة الفساد ومشاركة المعلومات ذات الصلة بالفساد وتعزيز الجهود العربية في تجفيف منابع الفساد من خلال تبادل الخبرات والتجارب للحد من الفساد ويشمل ذلك تجري مرشوة الموظفين العموميين الأجانب وتقرير المسؤولية على الشخص الاعتيادي تأتي هذا المؤتمر بعد غياب طويل واحتضنته المملكة العربية السعودية وأيضا حرصت على أن تكون جملة القرارات الصادرة منها قرارات تنفيذية واقعية فعلية وليست إنشائية ومثل ما تشايفين أنه أهم هذه القرارات أن تبدأ الدول التحضير لعملية استعراض بذلك تستعرض مدى التزامها بهذه الاتفاقية وما قامت به من أعمال وجهود وتشريعات ولوائح وقوانين فتعد هذه الآلية هي مكملة لآلية الأممية التي سبقتها جميع الدول من خلال مكافحة الفساد خصوصا من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كما تم خلال المعتمر مناقشة مشروع إعداد بروتوكول عربي مكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد يتعلق بالتعاون في مجال استرجاع الأموال المتأتية من الفساد والمهربة إلى الخارج سامي الحمود لتلفزيون دولة الكويت الرياض